السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم عدكم مبارك تقبل الله منكم صلوا على رسول الله نريكم هذه الطريقة أحبابي في الله بدلا مثلا تحب تشوف هنا كانت نقطة التلحيم قديمة حبينا نطلع على نقطة التلحيم القديمة إذا ما زرها صامدة متواصلة مع ألف وبا أو انقطعت أثناء استخدام هذا الباب يزده انقطعت ما العمل؟ هل ننزع شرطيطون بشكل كامل؟ ونشوف إلا روا ملحم جيدا أو مقطوع لا داعي لنزع شرطيطون بشكل كامل ما كان ندخله في باب التبدير ما العمل أحبابي في الله؟ نجيب خاص الملتيمتر نوضعه على خاصية التوصيل كما لكم تشوفوا هذه خاصية التوصيل وبالتالي نعمل واحد العملية يقول لها بيكاش نجيل هنا نبحث على الخيط الأزرق موجود هنا يبان هنا نعمل له بيكاش بهذا الشكل عندما نعمل له بيكاش بهذا الشكل نجيب مجسات الملتيمتر ونضع المجسة الأولى السوداء على القطب بي نفترض أن هذا بي وهذا ألف والمجسة الأخرى نضعها على الألف ونشوفه هنا إذا أعطانا رانين كما لكم تشوفوا أعطانا رانين إذا أعطانا رانين يحب يقول هذا السلك الكهربائي على ما مر هذه النقطة التلحيم فهو ساليم إذا ما أعطاناش درس فهذا معناه مقطع في هذه المنطقة تحت مدد الشرطيتون يجبكم هذا الفيديو صلوا على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله للعلم عندما تقوم بعملية بيكاش لابد تأمين المنطقة التي وضعت فيها بيكاش وين تقبض يجب أن تقبض لها مدد الشرطيتون لأنها سيوقع منها تسريب ما متعمل يدك هكذا تكون عرقانة تقدر تضربك الكهرباء لأنها ستقبض منطقة هكذا حتى وعين كان التقبض ضائل إذا كانت يدك مجمخين تحت هكذا تقدر اشتركوا في القناة